أنتم الآن في نشرة الموجز غاذر الناشط الحقوقي نوردي العواج صباح اليوم الخمي اجناع كاشا بعد انتهاء محكوميته البالغ مدتها سنة ثاني حبسا نافدا واستقبل العواج الذي بذا بمعنوية مرتفعة حشدا من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالورود والثمر والشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقل الرأي في المغرب والمعتقلين السياسيين منددين بسياسة تكميم الأفواه تجاه المناضلين صوتت المجموعة النيابية لحزب العدلة والثنمية بالرفض على مشروع القانون رقم 15-23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطع الصحفة والنشر وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد صباح أمس الأربعاء الرابع عشر يونيو 2023 وكانت المجموعة النيابية قد عبرت على أنها غير معنية بالمناقشة التفصيلية لهذا المشروع بالنظر لكونه مخالف للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتنظيم الداتي لقطع الصحفة والنشر وثربت بسحبه خلال المناقشة العامة وثار مؤخرا الجذل حول اللجنة المؤقتة التي تسير شؤون المجلس حيث عبر الكثيرون على أنها محاولة للالتفاف على المجلس من طرف جهات ترغب في تكبيم الأفواه وتكريس تراجع القطاع إلى ما هو عليه اليوم وفق البنك الدولي على منح تمويل إضافي للمغرب بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون دولار من المنتدر أن يخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية وتعليقا على الأمر رحب وزير حقوق الإنسان السابق المعتقل في سجن العرجات محمد زيان بهذا التمويل الجديد للحكومة غير أنه اشترط أن تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمحتاجة المتدررة بشكل كبير من جائحة كورونا التي ضربت المغرب مؤخرا وأضاف النقيب محمد زيان الملقب بشيخ المعتقلين السياسيين نقلا عن مقربين بأنه يجب على الحكومة ذخ هذا الغلاف المالي الكبير في دعم خصوصا الأراملة والعجزة وكذلك تدريس الأطفال في وضعية صعبة ومساعدة أولئك الذين فقدوا معيلهم خلال هذه الأزمة أعلن إدريس الرادي والد الصحفي عمر الرادي اليوم الخميس عن وضع ابنه في زنزانة انفرادية مع عشرة سجناء الحق العام وقال دريس الرادي في منشور بموقع الفيسبوك بأن عمر يقضي نهاره وقفا ويبحث عن مكان لينام فيه ليلا معبرا عن صدمة العائلة التي لا تقدر وأفادت منظمة مراسلنا بلا حدود بأن إدارة سجن تفل شددت إجراءتها التقييدية بحق الصحفي عمر الرادي الذي حكم عليه استئنافا في مارس 2022 باستجن لمدة ست سنوات في قضية مفبركة بالكامل وأكدت في بلاغ صحفي نشر بموقعها الرسمي أنه يجب وضع حد على الفور لهذه المضايقات التي وصفتها بالمقيتة وغير المقبولة ووفقها فقد برر مدير سجن تفل الواقع قرب العاصمة الرباط هذا التهديد بأن عمر الرادي حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة وأذفت المنظمة أن السلطات صادرت جميع المستندات والمذكرات الشخصية التي كانت بحوزة عمر الرادي الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022 في فئة الاستقلالية عندما تم نقله من سجن عكاش بالدار البيضاء إلى هذا السجن حيث أكد الصحفي أنه تلقى أوامر بالتوقف عن الكتابة كما اتخذت في حقه عدة إجراءات عقابية بعد مشاركة في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد في دجنبر الماضي تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مباقع التواصل الاجتماعي